فنداء استغاثة من المنافقين والمنافقات يقولون للمؤمنين ألم نكن معكم في دار الدنيا يريدون أن يجعلوا مجرد وجودهم معهم وسيلة للعطف والرقة ويأتيهم الجواب قالوا بلى نعم كنتم معنا بأجسادكم ولكن لم تكونوا معنا بالإيمان والأعمال وقد عددوا لهم خمسة فوارق أولا ولكنكم فتنتم أنفسكم أهلكتموها وجنيتم عليها حيث أضللتموها عن الطريق المستقيم وفتنة النفس أن يسقط الإنسان في الامتحان ثانيا وتربصتم انتظرتم الشر بالمؤمنين وقيل أخرتم التوبة ثالثا وارتبتم ترددتم في أمور الدين وشككتم فيها رابعا وغرتكم الأماني خدعكم ما كنتم تتمنونه من آمال كاذبة وأعمار طويلة وأطمع حتى جاء أمر الله حتى جاء الموت خامسا وغركم بالله الغرور خدعكم بالله الشيطان الذي هو محور الشر تتحكم قوارب النجاة في الآخرة ولا يبقى إلا الإيمان والأعمال الصالحة فهي قوارب النجاة ولذا عندما يصل المنافقون إلى الآخرة وكذلك الكفار ليس لهم ما يقدمونه فداء عنهم يدفعون به العذاب مأواكم النار مكانكم ومستقركم النار هي مولاكم هي أولى بكم أو هي ناصرتكم على نحو الاستهزاء فإن من يستنصر بالنار فتنصره يكون مصيره أسوأ مصير وبئس المصير بئس النهاية في النار حث للمؤمنين وبصيغة الاستفهام أما آن الأوان وحان الوقت للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لذكر الله عندما تسمعه وتسمع آيات القرآن فتستجيب عن طواعية ورغبة وتتأثر بمعانيه وما ينطوي عليه وما نزل من الحق وهو القرآن من باب التفسير لقوله لذكر الله فذكر الله هو نفسه ما نزل من الحق وهناك من فرق بينهما ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل تحذير للمؤمنين أن يلتحق بأهل الكتاب اليهودي والنصار فيصيبهم ما أصابهم وسواء كانت ولا يكونوا نهيا أو نفيا فهو في معنى النهي فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم بيان لما كان عليه أهل الكتاب يوم نزل القرآن فقد طالت المدة بينهم وبين أنبيائهم وأصبح الفاصل الزمني بينهم كبيرا فاشتغلوا بالدنيا وحرفوا التوراة فانحرفوا وضلوا وقست قلوبهم فلم تستجب لنداء الحق أو تتأثر بنداء الله وكثير منهم فاسقون لأنهم حرفوا الكتاب ولأنهم لم يلتزموا بما تبقى من أحكام التوراة قيل إن هذا مثل ضربه الله للقوم فكما أنه سبحانه يحيي الأرض القاحلة المجدبة حيث ينزل الماء فتهتز وترب وتخضر كذلك الذكر الحكيم يفعل في القلوب وقيل هذا تهديد ووعيد بأنه سبحانه سيحييهم ويحاسبهم ويدخلهم النار قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون كشف لهم الحجج والبينات وأوضح لهم بشكل واضح وما ذلك إلا ليفكروا فيها ويهتدوا إلى سبيل النجاة ذكر سبحانه هذا الصنف من الناس تكريما لهم وترغيبا للاقتداء بهم إنهم الذين يتصدقون من المؤمنين والمؤمنات ويخرجون سهما يقدمونه لأهل الحاجة أو في سبيل الله من وجوه الخير وقد تعهد سبحانه أن يرد عليهم ذلك أضعافا مضاعفا حيث يعطي بالواحدة عشرة إلى سبعين فإلى سبعمائة بل إلى ما لا يعلمه إلا هو وأيضا لهم أجر كريم أي أجر زائد كما وكيفا الذين عقدوا قلوبهم على الإيمان بالله وعلى الإيمان برسله كلهم أولئك هم الصديقون الذين طبعوا على الصدق وأوسموا به وأولئك هم الشهداء الذين يشهدون على الأمم ويشهدون على عصورهم فهؤلاء المؤمنون لهم هذان الوصفان ومنهم من فصل فقال إن قوله والشهداء عند ربهم مفصول عن الكلام المتقدم ويكون الأجر والنور خاصا بالشهداء وعلى كل حال هؤلاء لهم أجرهم الذي أعده الله لهم ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياتنا بما أنزل الله من كتب أولئك أصحاب الجحيم أصحاب النار هذا بيان لحقيقة الدنيا التي انخدعت بها أمم وشعوب وقد وصفها سبحانه أنها أولا لعب مجرد لعب كما تمر هذه المرحلة في حياة الأطفال يقتلون أوقاتهم بدون هدف ثانيا وله مرحلة الشباب يقتلون الأوقات لاهين عن الآخرة ثالثا وزينة أنها نوع من الزينة حيث يرتقي الإنسان فيطلبها لهذا الهدف وهو للتجمل رابعا وتفاخر بينكم حيث يتفاخر الناس بما عندهم من أحساب وأنساب خامسا وتكاثر في الأموال والأولاد التباهي بكثرة الأولاد والأموال والتعالي بذلك على الناس ثم ضرب سبحانه لهذه الدنيا مثلا بقوله كمثل غيث أعجب الكفار نباته مثل الدنيا كمثل مطر نزل من السماء على الأرض فاهتزت وأخرجت نباتها بأروع ما يكون بحيث أعجب الكفار الزرع سموا بذلك لأنهم يكفرون الزرع أي يغطونه بالتراب عند الزرع أو يراد بالكفار الجاحدون لأنهم يحبون الدنيا خصهم بالذكر لتعلقهم بهذه الدنيا ثم بعد هذا بالنبات واخضراره وزهوه ثم يهيج فتراه مصفرا أي يتعرض لليباس فيدب الاصفرار فيه ثم بعد ذلك يكون حطاما نباتا يابسا متكسرا تذره الرياح هذه هي الدنيا كما نرها وأما حياة الإنسان فهي تتحول بسرعة من حال الطفولة إلى الشباب ثم الكهولة ثم أخيرا الموت وفي الآخرة عذاب شديد هذا جزاء الذين كفروا ولم يعرفوا حقيقة الدنيا فتلهوا بها ومغفرة من الله ورضوان هذا مصير المؤمنين الذين عملوا وهم في الدنيا بعد معرفتهم بها للآخرة حيث يغفر الله ذنوبهم ويرضى عنهم فيعطيهم من عطائه الجزيل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بيان لحقيقة الدنيا وأنها ليست هي إلا متعة عابرة وأشياء تعرض أمام الإنسان فتخدعه بما تحمل فيها من قوة جذب فيركن لها ويستسلم دعوة من الله إلى كل منا أن يبادر بسرعة وكأنه يسابق غيره إلى القيام بموجبات المغفرة من توبة صادقة وأعمال تقرب من الله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وسارع مبادرين إلى تحصيل جنة عرضها فكيف طولها كعرض السماء والأرض هذه الجنة ويئت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء المغفرة ودخول الجنة فضل من الله تفضل به على عباده حيث بيّن لهم الطريق وأمرهم باتباعه إنه فضل منه تعالى يعطيه من يشاء من عباده ممن آمن به وبرسله والتزم نهجه والله ذو الفضل العظيم والله هو ذو الأحسان والإنعام المتفضل بأعظم الإنعام حيث تفضل بالجنة التي هي أعلى الإفضال والإنعام بعد أن قدم سبحانه طائفة من الآيات الآمرة بالجهاد والإنفاق وحذر من الجبن والإنفاق وحذر من الجبن والتقاعس والبخل أراد أن يعالج بعض الخوف الذي يعيش في بعض القلوب فأوضح أن الأمور بيد الله وتقديره وهو المالك للأمور لا يستطيع الحذر أن يمنع القدر ولا يكون البخل سببا للثروة ولذا قال تعالى إنه ليس هناك من مصيبة نائبة مؤلمة في الأرض من جذب وزلازل وقحط ولا في أنفسكم من أمراض مستعصية وموت إلا في كتاب يعني كلها مدونة ومكتوبة يعلمها الله وهو الذي قدرها قبل وقوعها وعليه فيجب أن يهون الأمر على هذا الإنسان فلا يبخل هذا الإنسان بنفسه أو بماله والمقصود بالمصائب في الآية هي المصائب العامة من زلازل وفياضانات وهكذا ومن أمراض تحل بالإنسان بدون اختيار منه إن ذلك على الله يسير يعني تقدير ذلك وكتابته من قبل الله قبل أن يبرأها أمر سهل يسير عليه لأنه عالم وقادر يعني إذا علمتم أن المقدر عليكم واصل إليكم هانت الدنيا عليكم فلا تعود أنفسكم تحزن على ما لم تدركوه وكذلك لا تبطروا إذا أصابت خيرا وعندها تتساوى المنح والمحن والله لا يحب كل مختال فخور حب الله ثوابه وبغضه عقابه والمتكبر مبغوض لله مكروه عنده هذا تفسير لمن أبغضهم الله وهم البخلاء بأنفسهم وأموالهم ويأمرون الناس بالبخل ليصبحوا مثلهم مرضى ومن يتولى فإن الله هو الغني هذا تهديد لمن أمسك يديه وامتنع عن الإنفاق فإن من يعرض عن الإنفاق فلن يضر الله شيئا لأنه الغني بالذات والمحمود بالصفات